الضفيري آل صقر يقول لا يجوز تقليد المرجع الجاهد الفاسق المرجع يقلد شرط العلم وعدم الفسق لا عصمة لشخص غير النبي ففي مقام رسالة فقه يعني هو المرجع على اساس يقلد شرط العلم لكن دعني أرى علمه ما هو بعدين يتطبيق يبين عندي علم لو ما عنده علم مثلا واحد يأتي يقولكم أنا رح أحل المشكلة الاقتصادية عندي علم واندكتوراه مثلا بالاقتصاد ثم يضع خطه وبعدين تفشل وصير تضخم عدنه وصير يعني اقتصادي فنقول لي أنت ما تفتين ثبث أنه أنت مو عالم حتى لو عندك 100 شهادة حسين علي يقول التقليد تقييد العقل أو العقل المسلمين المسلمون لا يعرفون التقليد لديهم القرآن والسنة النبوية والدين أكمل في زمن الرسول بعثون شغلهم دولة كل شيء نرجع لهم حتى في الضروريات والبديهيات والعقليات والعقائديات أكوناس يرجعون إلى هذا العالم أو ذاكو شونا رأيك بالموضوع؟ هذا الأشياء لا يجوز به التقليد كل علماء يقولون لا يجوز به التقليد ولكن عمليا كثير من الناس يقلدون أحمد العراقي يقول جوابا على أسئلتنا الأولى يقول لا معصومين ولا يمثلون الإسلام بشيء وإنما أتت بهم السياسة والسراطين والحكام الفجرة ومراجع باطل أهدفهم سابقا السعي للسلطة والمغريات الدنيوية والمناصب الدينية العالية ما أنزل الله بها من السلطان وتحولوا إلى عبادة بدل الخالق وأصبحوا الراد عليهم كراد على الله لا يصلحون وهم الفاسدون وهم أصبحوا مشكلة للإسلام والمسلمين وقد حرفوا الكثير من آيات الله لمصالحهم الدنيوية وبسببهم تقتل الأبرياء وعموم الفساد والحروب الكارثية والكلام طويل جدا ولا حوله ولا قوة إلا بالله أحمد العراقي أيضا يعلق أكثر المعلقين متعصبون بسبب جهلهم بالدين وغرورهم بعبادة كبرائهم البشر والله خلق الإنسان ضعيفا واحد يجابه يقول أنت مات متعصب على أي حال تعليقات كثيرة في الحقيقة خلي نشوف خلي نشوف من اليوتيوب حتى لا نظلمهم هنا التعليقات الآنية الآن أيضا كثيرة ما شاء الله أكثرها السلام عليكم السلام لا يجوز تقليد المرجع الجاهل طبعا لا يجوز ولكن عمليا كيف نعرف هذا عالم ولا متقي ولا ما شاء عدل مجاهل ومنحرف وفاصل هنا المشكلة في الحقيقة نعم أسألك في الكافي كافي للشاعة هذا كلام قديم عند الأخباريين لا يقول بي أحد من الشيعة اليوم حسين العراقي يقول لا يوجد مرجع جاهل بل مخادع لأجل المذهب أحد الأخواني قل تمنيت عبد الحكيم الجزائري لو أن أهل البيت والأعمى من نسلهم كما يعتقد الشيعة كتبوا أحاديثهم في المشكلة ليس بالأحاديث المشكلة في تأويل آيات قرآنية صريحة أدنى ولكن نحن نخالفها بعض المراجع يخالفون هذه الآيات الخمس مثلا الخمس ما موجود بالقرآن نسويه واجب صلاة الجمعة مواجبة كيف هم حسب ما يشوفون يطلعون الأحكام ويقول لك إحنا متقين شلون أنت متقي وتخالف القرآن في أهم المسائل مثلا